بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحاببتي وقومي اللي يتبعني النهاردة بقى تنظيف شامل زي ما انتم شايفين كده تعبت يومين تلاتة الدنيا تقلبت وبقت البيت يضرب يقلب والبلكونة كمان ايه في ايه ايه اللي حصل امال انا لو تعبت شهر ولا تعبت اسبوع يا جماعة هتعملوا ايه يلا بينا النهاردة الروق مع بعض البيت ونشوف هنعمل ايه مع بعض ونزبط كده الدنيا ونغير كمان الفرش بتاع الانتري ونعمل حاجات كتير جدا مع بعض لو انت اول مرة تتفرج عليها ما تنسيش تحط اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات وطبعا ما تنسيش اللايك بتاعك يلا بينا ندخل على طول على الفيديو بتاعنا ونتنشق كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض طبعا اول حاجة هبتدي بيها هي البلكونة البلكونة عندي متدمرة دمار شامل من اولها لاخرها زي ما انتو هتشوفوا دلوقتي بجدم كركبة جدا اولا انا الفيديو دوت بعمله مش الصبح انا بعمله بالليل بعد ما اتغدينا والحمد لله ولولاك جم المدرسة وجوزي كمان راح الشغل وبقينا قاعدين كده ريقين وفاضين ووراناش اي حاجة خالص هبت في دماغي وانتو عارفين اللي انا مجنونة كده اول ما بتهب بحاجة في دماغي بقوم على طول نفذة بصراحة كنت عادة زعلانة ومتضايقة وكسلانة فقلت لأ ايه التاكو السلبية اللي عندي دي دي مش موجودة اصلا ان عمرها مجتلي لأ مش هينفع عادة اكتر من كده يلا يا هيب اقومي قلت النفس كده بصراحة لقيت نفسي بجيب المقشة والجروف ويلا ندخل البلكونة دخلت البلكونة زي ما انتو شايفين كده اتخضيت من المنظر انا بصراحة عارفاها يعني انا عارفة بلكونتي لكن ما كنتش متخيلة اللي هي منظرها عامل كده فقولت لأ ما بديهاش بقى احنا ندخل نضف البلكونة ونزبطها اه دي الكوتشهات الولاد اصلا لبسوا كوتشهات تانية غريق كوتشهات ديات منا لبس الكوتش من عندي لاني كان الكوتش بتاعها ما كانش نشف اه ويوسف لبس كوتش تاني كان بتاعه بس ما كانش بيلبسه كتير يعني اه المهمة هم بقى لما راحوا المدرسة ورجعوا من المدرسة فالكوتشهات فضلت فترة طويلة في البلكونة فنشفو انا دلوقتي هدخلهم بقى زي الفل كده زي ما انتم شايفين الكوتشات نضيفة وزي الفل اما الكورسي بقى دوت اللي كتير منكم قالولي يا هيبة شلي من البلكونة والله مكة ما بتدخل البلكونة غير معي انا عارفة اللي انتم خايفين علي وخايفين عليها ربنا يخليكم لي وخلينا البعض اللهم امين بصوا دلوقتي انا وقفت كده دهري لسور البلكونة وده باب البلكونة عندي عندنا في الزاوية بتاعة البلكونة في حتة كده دخل الجوة شوية هحط هحاول اللي انا انضفها وحط التراويزة دي جوة كده على فكرة انا كنت مسجلة صوتي وكنت بتكلم عادي على الفيديو بس المشكلة كانت ساعة ازان المغرب فكانت المغرب بتأزن وكان فيه صوت عربيات وصوت الحداد اللي كان تحت البيت والدنيا كانت مش هينفع انزله خالص فاتكلمت عليه تاني عشان خاطركم هحاول دلوقتي كده ازبط الحيطان كده لو فيها اي اي طراب اي حاجة هبدأ اللي انا اشلها يدعو لي كده يا رب ربنا يرزقني ببيت جديد آآ ونعمل مع بعض فيديوهات حلوة قوي بصوا دلوقتي انا حطيت الترابيزة دي ترابيزة اللي انا كنت حط عليها للتلفزيون وانتو قلتولي علاقة التلفزيون بصوا ساعة الغروبة عندي من البلكون المنظر بيبقى عامل ازاي منظر حلوة قوي 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 بس المشكلة المكان انا عندي بقى وحش قوي 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 طبعا اللي امتبعني من الاول اكيد هيبقى فاهم انا بقى اقصد ايه او انا بتكلم على ايه يا رب يرزقني ويرزقكم برزق حلال اللهم امين يا رب بصوا دلوقتي انا خلصت كده الترابيزة وحطيت الاتنين على بعض والسجادة دي بس هي متوسخة فانا هواديها الكلين تتغسل وبعد كده بقى ايه نشوف بقى هنحطها عصيف ولا مش هنحطها هنشوف مع بعض بصوا كمية الشجر قد ايه بنصح اي حد بيتفرج علي لو انت قدامك تشتري بيت وجنبك شجر او يعني قريب منك شجر نصيحة مني بليش كمية شجر بيدخل البلكونة رهيب ولو انا ما سيطرتش عليه والله بلاقي دخلي جوه الشقة من الهوى ومن التراب والكلام دوت كده انا خلاص لميت بقى الشجر دوت وراء الشجر ولميت كمان التراب وحطيتهم بقى في الشنطة اللي انا كنت تجدخل بيها البلكونة مع المقشة والجروف ويبقى طبعا هدخلهم بقى جوه معايا احطهم في البسكت جبت ميا بقى وحطيت فيها شوية منظف ارضيات ودلقتها كلها في ارضية البلكونة كده وهبدأ اللي انا امسح البلكونة طبعا انا دخل بقى بالترنج وبغضي النظر عن الشراب اللي انا لابسة بتاع جوزي وكمان شب شب جوزي والترنج وحالتي عاملة بالبلا زي ما انتم شايفين كده بس هاعمل ايه كان لازم اعمل كده يعني كان لازم اخش اعمل البلكونة البلكونة متوسخة ورجلي واجعاني وحطة فيها بلاستر كده ولابسة شراب يعني الحمد لله على كل حال كده خلاص حسيت اللي البلكونة راقت لما نظمت كده البلكونة وحطيت الترابيزات كده فوق بعضيها في حتة مستخبية ملهومش علاقة اصلا بالبلكونة اه وكمان حطيت الكورسي كده مكة والله ما بتطلع عليها انا عارفة اللي انتم خايفين عليها زي ولكن بالزبط اه نشرت الغسيل وخلاص كده عايز اقول لكم خلاص فاضي الحاجات بسيطة جدا والليل يلايل حتى هم نوروا العمدان النور اللي في الشارع دخلت بقى جوه الشقة عشان اشوف ورايا ايه تاني عايز تعمل طبعا كاية الهدوم اتبلت فغيرتها وغيرت بقى الشراب وغيرت كمان الترينج والبست حاجة تانية لان الدنيا ساعة وخايفة ااخد برض لان لو خدت برضا هنام في السرير مش هقوم ومين هيعمل لولادي الحاجة اه هه 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 آه شلت السطارة اول حاجة بتديد ديها هي السطارة علشان خاطر هخسلها وهحطها تاني عقبال ما تتغسل في الغسالة يكون انا خلصت اللي وراي هدخلها الغسالة هخسلها على دورة خفيفة كده بسرعة آآ تلت ساعة مش هتاخد وقت خالص عقبل ما انا خلص تكون هي خلصة طب يا هيبة مش هتنشف لأ انا بحطها كده على على السطارة وهي مبلولة وبتنشف يعني من الهوى بينشفها يعني عشان كمان اسهل لنفسي لو في بدلها كنت حطيت لكن انا مش عندي بدلها ان شاء الله باذن الله كده بعد رمضان او بعد العيد الكبير او قبلي يعني على حسب الظروف كده والدنيا هحاول اعمل سطارة زي اللي انا عملتها برة في الصلاة ان شاء الله باذن الله هبدأ دلوقتي بقى اشيل الحاجات ولعب مكة والحاجة اللي في الارض دي علشان خاطر نبدأ ايه نشيل السجادة وكمان نكنص الارض ونمسح وننفض مع بعض الحيطان وكمان الكراسي ونغير مع بعض الفرش بتاع الانتارين لبست شراب تانية على اساس اللي الارض تبقى اه مفيش اي حاجة تدخل في التعوير اللي في رجلي يعني هي قاوا عليها بلاستر وكل حاجة بس بتدايقني في الماش فلبست شراب تاني معرفتش اتعامل معايا ومعرفتش اتأقلم فقلعته بقى بصراحة يعني بغض النظر برضو على لون الشراب يا جماعة سامحوني اه 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 قلعته والبست بقى الشبشب العادي وبعد ما خلصت والله شلت بقى البلاستر من على رجلي وطهرت رجلي ببودادين كده اللي هو بتاع التعوير دوت وهو الحمد لله ماشي الحال شلت بقى الفرش بتاع الانتاري دوت هبدأ اللي انا اشيله كده عشان خلاص بقاله كتير قوي وكمان يعني كان لازم اللي هو يتغسل آآ كفاية كده بقاله بالزبط كده حطا بقالي ثلاث اسابيع او اسبوعين حاجة زي كده آآ فهحط بقى بديله اللي هو التاني يلا بقى انت رخرا قومي يلا انت قعدة بتعملي ايه قعدة بتعملي ايه ما تقوليش بقى الدنيا سقعة ومتكتكة وقعدة تحت البطانية وكسلانة وحرانة وتعبانة وكلام دوت لأ امي يلا تنشاطي والله النشاط دوت فيه بركة لما بتعملي الحاجة بتاعتك كده وبتخلص اللي وراكي وبتعملي حاجات كتير قوي بتحس ببركة كده في البيت وبتلاقي نفسك انت كده مستريحة نفسيا عارفين والله انا بعد ما خلصت لقيت نفسي قعدة آآ فرحونة بالحاجات اللي انا عملتها والدنيا بقت نديفة وزي الفل بص كمية التراب قد ايه وكمية حاجات قد ايه كايت تحت الكراسي ايه العيال دي موضين كل حاجة تحت الكراسي اعمل فيهم ايه مش عارفة حاسسيني تحت الكراسي او تحت الكنابة ده ده البسكت بتاع البيت اي حاجة معاهم يروحوا رمينها تحت الكرسي ينفع كده ولا انا عشان تعبانة يعني ولا ايه حكولي بقى حكولي في الكومنتات كده انتو كمان زي ولا ايه هبدأ دلوقتي انفض بقى الكراسي بالمقاشة كده آآ المقاشة الزغيرة دي بتاعة الكنس الزغير اللي هي بتاعة الجروف لو في اي حاجة في الكرسي هبدأ اللي انا اشيلها وكمان بعد ما خلص بقى التراب اللي عليه دوت هروح شايلة عملا بالمية او عملا باي حاجة عندك آآ ملمع الاخشاب اللي عندي خلاص خلص فلمنزل ان شاء الله هجيب بداله آآ لكن مش هسيب الكرسي كده علشان خاطر هو خلص لا انا همشي نفسي باي حاجة عندي ده لو نقطة خل ونقطة مية هتنضاف الخشب بتاعك وتخلي زي الفل على فكرة النضافة يا جماعة مش بالامكانيات والله والله ما بالامكانيات انت ممكن شوية مية وشوية صابون تخلي بيدك زي الفل مش شرط بقى حاجات غالية وامكانيات عالية والكلام دوت القوضة وشلت السجادة لان هي كبيرة قوي فانا مكنتش عارفة اشلها وهم محطوطين فحاولت اللي انا اقسم القوضة نصين اخلص الجزء دوت وروح نقل النحية التانية وعملة هتشوفوا معايا كل حاجة يعني طبعا بعد تخرت الترابيزة عشان اكنص تحتيها كده وزبط كمان الارض مطرح ما عملت انا كناست من شوية بس مطرح ما انا شلت السجادة وكمان عملت الكراسي مطرح التراب والكلام دوت فطلع تراب تاني فكان لازم اللي انا اكنص هشيله برضو كده بالجروف وطبعا هرميه في الشنطة اللي انا لميت فيها التراب والحاجات داتة عندي بقى دلوقتي هزعف الحيطة ودي الخلطة اللي احنا بنحطها على كل حاجة البطاطين فرش الانتريه الستايل لو عايزها رحيتها حلوة الكلام دوت فيها ايه فيها دوني وفيها كرور الوان وفيها مية بحطوهم على بعض ورجوم كويس جدا طبعا هحطهم بقى على المساحة دي كده او سميها زي ما تسميها يعني انا مسميها المعجزة فهحطهم كده عليها واروح مسح بيها الحيطان بتمسح الحيطان بتمسح الارضيات لو عندك مثلا حاجة مش طيلة بتمسح حالك ممكن السراميك بتاع المطبخ سراميك الحمام يعني انا محسسها حسها كده اللي هي جميلة جدا وبتعمل كل حاجة كمان بتلف معاك يمين وشمال زي ما انت عايزة هبدأ دلوقتي اعمل بقى بيها الحيطان كده ولمحها انا عندي الحيطان عشان البيت قديم شوية فالحيطان عندي او المحارة مموجة قلتلكم قبل كده فالتمويجة دي بيتراقم عليها التراب مزي مثلا الحيطان اللي هي معمولة محارة عادية بصوا بالشكل دوت كده هبدأ اللي انا اخلص بقى الحيطة دي نزلتها بقى لاني لقيتها توسخك جدا هاخدها دلوقتي اشطفها تحت الحنفية عادي بشوية مية وهتلاقيها معاك زي الفل كمان ممكن اللي هي المساحة دي انا مشتريها بتلاتين جنيه او تقريبا خمسة وتلاتين مش فكرة الغيار بتاحها دوت بيتباع بتماشر جنيه ونص يعني لو انت عايزة ليها غيار تاني بيتباع بتماشر ونص بعد ما غسلتها هركبها كده واكمل بقية الحيطة بتاعت الاودة بص سهلة قوي في التركيب وكمان عملية جدا فيه ناس بتعمل بيها الارضية لكن انا ما جربتش بصراحة هلفها كده عشان اعمل الزاوية بتاعت الباب بعد ما خلص الحيطة دي هروح منزليها بقى على الزاوية بتاعت الباب ومكملة بقية الحيطة بصي بالشكل دوت كده الدنيا بقيت نضيفة اظن انت شايفها الحيطة بتلمع يعني بعد ما خلصت بقى هجيب جردل كده فيه شوية مية وحط فيه اي منظف عندك مش شرط اللي انا بستعمله اي حاجة ما عندكش حاجة حط شوية سابون من بتاع البريل صدقيني الريحة دي بتبقى ريحتها حلوة جدا ريحت النظافة لما بتدخلي مكان كده وتشمي فيه ريحة حلوة بتبقى الريحة وانت قاعدة كده مش مستفزة من المكان اللي انت دخلي لأ بتبقى حسن للبيت دوت نضيف الريحة اللي فيه ديت ريحتها حلوة غير لما بتدخلي عند حد كده تلاقي ريحة المكان ريحة مكمكمة مفيش تهوية للمكان مفيش حاجة زي كده صدقيني الحاجات دي بتفرق قوي عايز اقول لكم بقى والله العظيم والله العظيم وانا بعمل الحاجة كده يضب انا خلصته بلبس المخدات الفرش بتاع الانتاري جاي لتليفون اللي جاي لديوف سبحان الله يعني شوف المثل اللي هو بيقولك اقنز بيتك ورشه متعرفش مين هيخشه سبحان الله فانا كنت مخلصة يعني كنت خلصت كل حاجة فاضلي بس اللي انا الابس الفرش بتاع الانتاري وبالفعل لبسته بسرعة جدا وهوريكم دلوقتي كل حاجة كده خلاص ببدأ اللي انا امسح بقى الارض همسح النص دوت كده واروح جايبك كراسي الناحية التانية ومسح الحتة اللي هي فيها الكراسي يلا بقى لو انت وراك حاجة كده قومي تنشطي قومي اعمليها خلص الموعين عندك حاجة عايزة تبغسل كده ولا كده ركن حاجة على جنب ومكسلة تعمليها لما بتخلص الحاجة اللي وراكي اول بول بتحس اللي انت ريئة وفاضية كده ما وراكيش حاجة طبعا الروتين دوت هينزل لكم بكرا ان شاء الله بكرا الجمعة عايزة اقول لكم اللي انا كنت مخلصة الحاجات ديك كده يوم الخميس بالليل علشان خاطر يبقى صابح علي بكرا الجمعة الدنيا ريئة والدنيا نظيفة لو هعمل اكلة حلوة للولاد هعمل اي حاجة كده نلم بيها بعضينا ونقضنا كلها مع بعض بيبقى يوم كده يوم الجمعة دوت من احب الايام عند الله فلازم انت يوم الجمعة دوت تبقى مستنيا كده اللي الدنيا عندك نظيفة وزي الفل يا دوب بتولع شفاية دخور الصبح بتقضي يوم حلوة فوست عيالك الايام ديت والله 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 بتبقى ذكرى حلوة قوي في دماغ العيال لما بتكبر بيبقوا قاعدين كده مثلا بيفتكروا الايام الجميلة ليوم الجمعة ينزلوا يصلوا مع باباهم انت بتحضري اكل الصبحية الكلام دوك كده بيبقى يوم حلو قوي ياريت 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 ما تحرموش ولكن من الموضوع دوت خلص بقى انا تعبت بقى واعطت كده حطيت الشلطة بتاعة الانتارية على الارض واعطت عليها عشان الابس الفرش الانتارية خلاص دلوقتي بعد ما لبسته دنيا عندي تمام الساعة دلوقتي بقيت تسعة بالليل يعني اعطت في القدة دي من بعد المغرب لحد دلوقتي بعمل ايه مش عارفة مهم يعني بقيت الشقة نديفة مش القدة بس والله انا صورتلكم المكان ده وثاكن انا عملت قدة منا كمان عملت المضخ والحمام وعملت الصالة برا وزبطت كل حاجة والسطارة كمان كانت خلصت وعلقتها بالشكل دو كده والمصلية عندي نديفة وحطاها على ايد الكرسي والدنيا عندي نديفة بس ايه اللي تلع؟ غسيل كتير جدا غسيل ملايات وغسيل فرش الانتارية والدنيا بقت بقت نديفة وزي الفل زي ما انتو شايفين كده ما كان عندي بقى حل حسيت براحة نفسية شوية فاضل بس حاجات بسيطة ايه اللي انا هعمله اللي انا هلبس الولاد كده هشطفهم او هحميهم ولبسهم لبس حلو كده ونقعد بقى نتفرج على حاجة في التلفزيون اعمل لهم شوية فشور نعمل شوية شاي بلبن كده خلي الايام ديك كده تبقى حلو عليك بس كده يلا قومي لو انت وراك حاجة عايزة تعمليها وتتشجعي وعاودي نفسك تعمل الشقة بتاعتك من يوم الخميس بالليل ما تستنيش الجمعة الصبح هتلاقي نفسك رايقة كده يوم الجمعة حبكم في الله يا احلى واطيب واجمل اخوات في الدنيا دي كلها بجد مش عارفة من غيركم كنت هعمل ايه انتو مليتوا علي حياتي متنسيش تحط اللايك بتاعك وتكتبيلي كلمة حلوة في الكومنتات السلام عليكم